طيب اروح بقى لنطاق او حديث عن فريق الكورة والكلام الكتير على فريق الكورة في مرحلة حارجة جدا احنا لسه في وسط الموسم والموسم لم ينتهي وبأكد نفس الكلام اللي قلتهم بارح واللي قلتهم بارح كل الكلام اللي بيكتب عن حسم صفقات انهاء ملفات بنسبة تتخطط 90% من الصح النادي الاهلي في مرحلة معينة لما بيتم حسم صفقة هيعلن لانه في لحظة معينة لازم يعلن لانه في قيمة افريقية هتبدأ التسجيل فيها من 21 سبعة فبالتالي انت شادت ظل قاعد حاطت ايدك على خدك زي ما قلت مبارح ولازم تشتغل بس فيه نقطة تانية بخلاف كل الكلام اللي جاي للموسم الجديد والصفقات اللي هتيجي والتدعمات اللي هتيجي ابتدى الكلام بعد دلوقتي ينطلق لمرحلة تانية اصلي فيه لعيبة هتمشي اصلي فيه لعيبة ممكن ما تكملش هو طبيعي في نهاية موسم فيه لعيبة هتيجي وفيه لعيبة هتمشي بس هل تم الاستقرار على اسماء اللعيبة اللي هتمشي اللي قلت لحضراتكم كذا مرة لا وبرضو بعيد وزيد تاني واللي قلته امبارح واول امبارح فيه اجتماعات داخل النادي الاهلي بالامس كان فيه اجتماعات من التخطيط اليوم فيه اجتماع برضو على مستوى خطاعة الكورة عشان حسب بعض الملفات الهم ولكن هل من مصلحة فريق النادي الاهلي ان احنا هنا نطلع نأكد على بعض التفاصيل اللي بتقال فيه اماكن غير رسمية بشأن رحيل عدد من اللاعبين او صفقات قد تنضم لا ليه لان انا قلته بأكد تاني هذا المكان ليس مكانا للصبق الصحفي هذا المكان نعلن فيه اخبار رسمية ليس فيه مساحة للاجتهاد هنا لما نقول لعيب سين ماشي هنا مش باجتهد او هنا بنفرد بخبر انا ممكن انفرد بخبر في ملفات خارجية لها علاقة بشكل مباشر او غير مباشر مع النادي الاهلي ولكن لما تروح لقرار لعلاقة بمنظومة النادي الاهلي يبقى هنا مش هيبقى انفرد ولا هنا هيبقى فيه صياق اللي انت بتعمل صبق صحفي او اعلامي هنا انت بتعلن خبر رسمي لجمهور النادي الاهلي فاحتراما ليه جماهير النادي الاهلي طالما ليست هناك معلومات رسمية او اخبار رسمية عن صفقات انضمت او انتهت رسميا او انتهت بشكل عام مش هينفى نعلن الاهلي لسه ما اعلنش نفس الامر على بعض اللاعبين اللي بتقال عليهم انهم مشوا طب مشوا ازاي ولسه فيه 19 مبارا في الدوري تعارفين يعني ايه 19 مبارا في الدوري طب بتتكلم على دوري كامل ده كمان ما حسبتش مطشط الكاس اللي لسه هتتلعب في السيزون الجديد اللي احنا فيه فيه خمس مباراة لو وصلت فينال فلسه بدري على الكلام ده فيه لعيبة ممكن تنضم اكيد فيه لعيبة ممكن تنضم عشان الاهلي هيقدم قيمة افريقية في الفترة من 21 سبع ل31 تمانية ولكن هتسمعوا كتير اول فترة اللي جاي وانتو عارفين الفترة دي الاجندة الدولية المنتخب هو كل اللي صدرت عليه وكل الاخبار عليه فالناس بتحاول تجيب اي اخبار عن الاهلي وعن بقى الاندات تانية فالناس هتكتهد وكل واحد بيحاول يكتهد وفيه ناس بتحاول تفبرك ما هي الناس كلها مش زي بعضها يعني الناس كلها مش زي بعضها فيه ناس بتحاول تكتهد فيه ناس بتحاول تفبرك فيه ناس بتحاول تبقى ترند فيه ناس بتحاول تعمل بروباجندا ولكن في النهاية في المدرسة دي تحديدا انا اتعلمت حاجة مهمة جدا اللي بيشتغل يوميا على ملفات الصفقات وكل يوم لازم يقولك 10-15 خبر اعرف انه اعرف يعني انه بلغة الصحافة كده او بلغة السوشيال ميديا هبت كبير بيضرب اخبار كتيرة عايز يبقى ترند على السوشيال ميديا لان الصفقات والتعاقدات في النادي الاهلي ما بيتمش في الاطار ده وما بيتمش في الصياق ده بدليل ان فيه اسماء تقالت ان هي مضت راس من الاهلي وممكن اصلا الاهلي لا يعلن عن ضمها او لا يعلن عن اتمام التعاقد معها فالكلام كتير والهبد كتير والناس اللي عايزة تبقى ترند كتير ولكن هنا احنا مش هنبقى في مساحة لمنافسة على هذا الموضوع هنا لما نقول خبر هيبقى خبر رسمي لا هيبقى انفراد ولا هيبقى صبق صحفي لان احنا هنا بنمثل منظومة الاهلي الاعلامية هي القناة الرسمية للنادي الاهلي نقطة ومن اول السطر